وهنا بنقول احرص على ما ينفعك بتخلصنا من شوية قفات لما احرص على ما ينفعني اتخلص من شوية قفات اول قفة اتخلص منها قفة ايه؟ الشعور بالفرصة الاخيرة كل ما احرص على ما ينفعني ما يبقاش في فرصة اخيرة لكن بيبقى ربنا خزائنه ملقة المشكلة التانية اننا لما احرص على ما ينفعني ايه اللي حاصل؟ اخرج من ان الحياة ملكي إلى ان الحياة ملكي الله فاحرص على ما ينفعني من الذي خلق الحياة فيها نفع؟ الله فلما احرص على ما ينفعني اعرف ان اللي حط النفع ده من الله؟ فاشكر نعمته واستقبل نعمة الله سبحانه وتعالى طيب تعالوا عشان الوقت ما يجريش بينا احرص على ما ينفعك خلاص ونعمل ايه بعد ما يحرص على ما ينفعني تعال بقى نشوفها وإيه اللي حاصل واستعين بالله ولا تعجز يعني ايه استمر خليك حريص على ما ينفعك وإيه اللي حاصل واستمر الديمومة الديمومة ان انت تستمر الله سبحانه وتعالى وحبه من العمل ادوامه هو ان قل فإيه اللي حاصل فانت استعين بالله ولا تعجز لان احد اهم الاسليب اللي ممكن الانسان فيها ما يكملش انه هو اذا خرج من كسل يحس بالعجز انه هو يكمل لا كمل فانت مع الله طب ايه اللي يحصل استعين بالله استعين بالله يعني ايه استعين بالله مش معناها ان انا احس بان ربنا مش معايا فاطلب من الله انه يبقى ايه يبقى معايا لانه سيبني الوحد وليس معناها ان انا اروح لله سبحانه وتعالى وقول له ارجو ان انت تكون معايا لان انا محتاج لك ولكن الاستعانه هو ان تتيقن من ان الله لم ينسك الاستعانه معناها ان انت تحس بان الله سبحانه وتعالى كل ما في حياتك فهو من عند الله فلذلك لما تمشي انت مع مدد الله سبحانه وتعالى وتستمر كل ما تستمر تشعر بان نعمة الله نعمة الله تكس ولا تقل ولذلك من اهم الاشياء اللي بيستعين بالله ولا يعجز ان انت تشكر نعمة ربنا وتترك ادمان الشكوى تبطر الشكوى تبطر ادمان الشكوى وتعمل ايه وتستمر استعين بالله ولا تعجز ما تعدش ترتكب حماقة المظلومية او ترتكب حماقة ان انت معندكش وتنقض الاخرين ان هم مش بيساعدوك او تحس بالنقص عندك لا 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 انت كده مش بتستعين بالله استعين بالله وما تقفش استعين بالله واكمل اللهم انت الصاحب في السفر تب ربنا يا صاحبته في السفر ليه عشان يونسك مش بس لكن صاحبته ليك في السفر ليه عشان تستعين بيه تعرف ان هو مددك وتعرف ان اي حاجة كل شيء تطلبه بالله يسهل وكل شيء تطلبه بغير الله يعقد ويقف فاذا انت كنت عايز تكمل فاستعين بالله يعني خليك متيقن بانك في حضرة مولاك وانك في حضرة مولاك وفي مدد مولاك وان الله لا يمل حتى يتمل يعني الله معك ولا يمل من مددك ربنا لا بيفهمك ان انت لا الله لا يمل من مددك ان الله لا يمل حتى تمله فما تملش استمر استمر متقفش وعشان كده الشخص اللي بيستعين بالله سبحانه وتعالى وكأننا ممكن نقرأ هذا جزء من الحديث استعين بالله فوان استعان بالله لا يعجز دي قراء استعين بالله حتى تصل الى ان لا تعجز ان انت تستمر او استعين بالله فمن استعان بالله لا يعجز